السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إلى يوم الدين بصوا بقى أغلس حمامة في الكون ثابت الدنيا كلها وباضت جوا الباب يعني أنا لو ما خدتش بالي من إن الحمامة دي بيضة في الحتة دي كانت يعني كنت ممكن أدوس عليها طيب هنعمل فيها إيه الحمامة البيضة دي هنشيلها من مكانها ومش هنشيلها من مكانها هنعرف دلوقتي إن شاء الله خلال الفيديو بس أتمنى طبعا إيه تدعموني باللايك دلوقتي بقى أنا عايز أوريكم حاجة مهمة جدا كنت عملت معاكم طبعا قبل كده كذا في فيديو إزاي بعرف الحمامة البيض بجس البيض بعرف في الجنين ما فيه وش جنين البدفاضي الكلام ده كله بعرفه برضو إيه عن طريق الكشاف أي كشاف عندكم كشاف موبايل أو أي كشاف عندكم طيب فيه طريقة تانية أيوة فيه طريقة تانية وسهلة برضو على فكرة زي الطريقة الأولانية الطريقة دي طريقة جدتي وطريقة الناس القديمة طبعا طريقة جدتي طريقة حماتي كانوا بيعرفوا البيض بالشكل ده بيحطوا إيديهم كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده ويحاولوا يعني يخلوا البيضة إيه بين الشمس والضل بتعمل لهم كده إيه زي ضق نيون بصوا ركزوا بقى معايا في البيضة دي إيه اللي عرفني إن البيضة دي لسه متباضة يعني بقى لها يوم هقول لكم دلوقتي بصوا هتلاقوا دايرة كده صغيرة أنا مش عارفة هي واضحة في التصوير ولا مش واضحة بس طبعا بصوا أهو لو أنا قعدة في حت أهو بصوا 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 ركزوا بس في الدايرة دي أهي لأنا علمت لكم عنها دلوقتي بسبوعي دايرة صغيرة ومن فوق كده بتبقى فاضية هي بتبقى صغيرة ده اللي خلاني عرفت إن هي لسه متباضة بقى لها يوم كل ما البيضة بتقدم بتبتدي الدايرة دي تكبر تكبر شوية بشوية وبعد كده بيبتدي بقى الجنين يتكون جوه البيضة وبيعمل خيوط زي خيوط العنكبوت طيب ركزوا معي برضو في البيضة دي البيضة دي طبعا فيها جنين طب عرفت إزاي إن فيها جنين زي ما أنتوا شايفين كده برضو ببتدي أحطها بين الشمس والضل يعني بمعنى أصح بصوا بعمل عليها ضل كده بإيدي وقلبها طبعا زي ما قلتكم هم كانوا الستات القديمة ما لهمش لا بيعرفوا لكشفات ولا بيعرفوا أي حاجة فبيعملوا إيه بيعرفوا بالطريقة دي أهو بصوا هنا بقول لكم إن هو بصوا الدائرة الفضية أهي العلامة بتاعة الجنين أنا شاورت لكم عليها بس طبعا مش واضحة في التصوير للأسف عشان طبعا الشمس ضربة فيها فبصوا بحاول برضو هبينهالكم دلوقتي ركزوا معي أو هتشوفوها دلوقتي أنا حاوريهالكم هتبقى واضحة جدا دلوقتي أهو حاول بس أعمل الكاميرا شوية وهوريهالكم أهبوا لها وتاخدوا بالكم بصوا بالراحة كده أهي طبعا بيبقى فيها زي خيوط عن كبوت كده باللون الأحمر بتبقى واضحة أكتر ليكم بس جربوا الطريقة دي ويريت لما تجربوها كتبوا لي برضو في التعليقات وقلوا لي عملت معكم إيه أو عرفتوا تعملوها ولا لا أنا برضو فضلت تمرن عليها كتير على فكرة مكنتش في الأول عارف أعملها كانستي تعملها بكل سهولة أنا بقى مكنتش بعرف أعملها خالص ففضلت تقولي لأ أحطي إيديك كده ومش عارفة إيه بقى ممكن تحط إيديك كده تعملها زي نظام الكشف فسبحان الله كانت بتشوفها على طول وبتبقى باين أهو بصوا العلامة هنا واضحة أكتر أيوة بصوا الحتة الفاضية فين أهي أهي الحتة الفاضية من فوق الحتة الفاضية من فوق والحتة اللي تحت هتلاقوها ضلمة الحتة الفاضية بتعرفوها إزاي بتبقى أهي بصوا أحاول أحط لكم عليها سهم أهي بتبقى يعني إيه فاتحة لون البيضة بيبقى فاتح أما الحتة المليانة بتيبقى لون البيضة فيها غامق فده تعرفوا من كده إن البيضة دي بقى واخدة وفيها جانين وغير كمان إنكم بتلاقوا فيها إيه خيوط عن كبوت طيب تعالوا بقى نلف إيه لفة كده على الحمام لأن أنا كنت عايزة أشوف إيه الحمام دي الحمام الرومي يا جماعة مع بعض البيضة قبل كده آآ الحمد لله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك في زغلول فأس والبيضة التانية للأسف مش هتفقس لأن أنا شفتها دلوقتي لقيت البيضة دي ريئة فهي مش هتفقس بس أنا هعمل إيه بقى مش هرميها دلوقتي هبتدي أحطها جنب الجنين جنب الزغلول ده بالشكل ده بحيث إن هي تدفية لأن الزغلول في الصن ده بيبقى طبعا ضعيف وجو وإنتوا عارفين الجو برد فالحمام لما بيقوم بياكل وبيشرب بيسيب الزغلول فطبعا الزغلول لوحده مش هيبقى دفيان محتاج حاجة تدفية فهسيب له البيضة دي جنبه إيه عشان تدفيه تمام كده طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف البيضة اللي لقيناها جوه الباب دي هنعمل فيها إيه أو هنينفع نشيلها من مكانها واللي مش هنفع من نشيلها من مكانها بس لو وصلتم معي لحد هنا من الفيديو يريد بالله عليكم ما تنسوش اللايك علشان الفيديو ينتشر أكبر عدد الناس يشوفو ولو مش مشتركين وفعلوا الجرس فعلوا أول جرس الجرس الكل عشان سألكم مني كل جديد طيب البيضة دي أنا هعمل فيها إيه البيضة دي مش هعمل فيها أي حاجة لأن أنا لو شلت البيضة دي من مكانها الحمام مش هتنام عليها مستحيل تنام عليها وعلى فكرة دي مش بيضة كده الحمام رميه وخلاص لأ أنا لقيت الحمامة كانت نايمة عليها أو الله كانت نايمة عليها بالفعل فلو شلتها وحطتها في أي حتة مستحيل حمامة تنام عليها أو تدفيها طيب هتعملي فيها إيه هبتدي بقى زي ما علمتكم قبل كده المتابعين طبعا عارف هبتدي أجيب طوب كده وهبتدي أحاوط على البيضة دي داير ما يدور بالراحة لأن أنا لو غيرت مكانها وخصوصا في المكان ده الحمامة مستحيل تنامع عليها فهبتدي أحاوط عليها أحط لها مثلا طوبة في الأول وبعد كده أسيبها شوية وحط لها طوبة تانية لحد ما أعمل زي إيه خلن كده للحمامة جوه الباب للأسف الشديد ربنا يهديه وربنا يهدي الحمامة طبعا الحمام من نوع اللي يعشى المكان لو غيرت له مكانه بأي شكل من الأشكل أو شلت البيضة من مكانها مش هينام عليها ولا هيدفيها ولا هيطلع على البيض خالص نهائيا فمطرح ما بيبيض بينام يعني سبحان الله هو المكان ده وأنا سايبة فتحة للتهوية فوق الباب على طول على فكرة يعني مش بقفل المكان كله يعني المكان ده برد وبرغم ذلك برده بضت البيضة في المكان ده فزي ما أنتوا عارفين وحتى أنا معلقة على فكرة قفص كتير يعني اللي متبعني عارف أن أنا معلقة قفص كتير وفي قفص فاضي على فكرة برده وكذا قفص فاضي وبرغم ذلك الحمام مكان ما بيهوى بيبيض ولو شرنا البيض زي ما احنا عارفين يعني بنبهد للدنيا فطبعا حسيب البيضة وهعمل زي ما أنا قلت لكم إن شاء الله برضو هنتابع مع بعض البيضة دي وهنشوفها نامت عليها ولا ما نامتش عليها وبضت البيضة التانية ولا لا بس طبعا أتمنى لو مش مشتركين ياريت تشتركوا تفعالوا الجرس وتفعالوا أول جرس اللي هو جرس الكل علشان لما أنزل الفيديوهات إن شاء الله تجي لكم بها إشعارات لأنكم لو مش مشتركين مش هيجي لكم إشعارات بالفيديوهات الجدي ده فارد تشتركوا وتفعالوا الجرس زي ما بقول لكم عشان إن شاء الله هنتابع مع بعض البضة دي طيب الفيديو اللي جاي بقى إن شاء الله هعمله بخصوص سؤال مهم جالي كتير ومشكلة بجد بجد الأول مرة أشوفها عندي أنا شخصيا في المكان زي ما بقول لكم طبعا مشاكل اللي لقيتها الفترة اللي فاتت دي كلها بسبب يا جماعة قلة المتابعة أو الوقت اللي أنا أخدته ما كنتش بطلع فيها عند الحمام بس طبعا أغلبكم عارف إن أنا كنت تعبانة في الفترة دي والحمد لله فأخدت حوالي أسبان ما طلقتش فيها ما عند الحمام فالحمام بجد حرفيا يعني اتبهدل بجد والله مش كلام بس ومش أنا مش مكسوفة إن أنا أقول يعني أنا بوصه بنقل لكم كل حاجة عند الحمام بمصداقية سواء الحلو سواء الوحش بنقله لكم وبقول لكم كل حاجة بما يرضي لي علشان برضو تتعلم ولو أنا غلطت في حاجة بقول لكم أنا غلطت في كذا ومش هتكسف بجد إننا أنا مثلا أغلط أو حاجة كلنا على فكرة بنغلط وأهم حاجة إننا نتعلم من الغلط ده بس إنتوا عارفون طبعا إن كان غصب عني والله الفترة دي كنت تعبانة فيها جدا طيب إيه اللي حصل عند الحمام يا جماعة طبعا قلت لكم موضوع الإسهالات اللي كانت عند الحمام دي والحمد لله عملت له أعشاب وحصيت يعني إن العملية بدأت تتحسن شوي لكن وديته طبعا ههسلينه أهم حاجة أنا في الفترة دي اديت ههسلينه ولحقت الحمام لأن الحمام كان ممكن يدخل على الفيروس الحمد لله حجمت الموضوع الموضوع تحجم لكن كان فيه إسهالات بقى عند الزغليل الحمام الكبير الحمد لله بقى كويس بس الزغليل بقى هي اللي كان عندها إسهالات زي ما أنتو شايفين كده في زغليل ضعيفة ضعيفة جدا من الإسهالات طبعا ده هيبقى الفيديو بتاعنا المرة الجاية إن شاء الله هقول لكم أنا عالكت الموضوع إزاي والحمد لله قدرنا نسيطر على الموقف وحلناها إزاي يريد بقى التابعوا وتعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كله وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته